في وقت تستعد فيها اللجنة الوزرية المكلفة بصياغة البيان الوزاري لعقد اجتماعها غدا قال وزير الخارجي الأمريكي مايك بومبيو إن حزب الله اللبناني يعمل لصالح النظام الإيراني وليس للشعب اللبناني راهنا دعم بلاده للبنان بمدى التزام الحكومة الجديدة بالإصلاح السياسي والاقتصادي من جانبها حبت فرنسا رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب على اتخاذ إجراءات عاجلة لعادة الثقة في البلاد حيث يواصل الشارع احتجاجاته ضد النخب السياسية بدوره كشف سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان بعد لقائه رئيس الحكومة اللبنانية أن هناك اتفاق على أن الحكومة تحتاج إلى التركيز على الملفات الاقتصادية ومعالجة الأزمة ووضع إصلاحات بنيوية